في الشارع البرلماني خصصت لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة المختار خليفة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالميثاق الافريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرون للمؤتمر المنعقد يومي الثلاثين والواحد وثلاثين يناير الفين وستة عشر في أديسابابا بإثيوبيا وتبعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التجهيز والنقل محمد علي والسيد محمد استعرض فيه المضامين الأساسية لبنود مشروع القانون مشرا إلى أن من ضمن أهداف الميثاق الافريقي للسلامة الطرقية تكوين إطار لسياسة تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا